السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات كرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة دي الخمسة في شهر سبعة اليوم يا إخوان غد انطرقوا لعدة مواضع من بينها شرح مبسط خطوة بخطوة كيفاش تقطع التذاكر دي الباطو من مدينة سات الفرنسية إلى مدينة طنجة المغربية أو أنه وحيتي إخوان في نفس الفقرة غد انطرقوا الخبر دي الاقتراب بفتح الخط البحري ما بين صابونا الإيطالية ومدينة طنجة المغربية هذا الطريقة دي التقطاع راه غدا تفيدكم كيف كنتوا بغن تقطعوا من مدينة سات الفرنسية كيف من هنا الأيام القادمة إن شاء الله لابغيتوا تقطعوا من مدينة صابونا الإيطالية حيث نفس الموقع يا إخوان وغنشوفوا علش غيقتار بالفتح دي الخط البحري إخوان حيث السفينة كيف مقن نذرة الانطلاقة من مدينة طالين بطبيعة حالي سرح لكم كل شي في الفيديو وغنشتركوا عن العائلة المغربيتين لبارح تلقوهم 200 اخوان في مدينة ميلانو كالأخ دي الوحدة فيهم والأب دي الوحدة فيهم لتصلوا بالكورياري دي للا سيرة أو الكورياري دي للا سيرة كان عندوا اتصال معهم وكذلك بعض الأقارب والأصدقاء يا إخوان لكلهم كيتكلموا على أنه كين فخ وأنه كين الغموض في هذه القضية والشوكوك غنقول لكم ما شنكسب الكوريار دي للا سيرة وكينشوكوك يا إخوان حتى على السائق دي لذلك التراكسور ماشي تراكسور وغانيشرح لكم كل شي وغانبير لكم الآلة يا إخوان اللي ضربتهم وبطبيعة حالي إخوان غانمشو نشوفو موجة الحر الجديدة لكتسنة إيطاليا غاتوصل درجة الحرارة إلى 40 درجة 100 أو يا إخوان في بعض الموضل الإيطالية 38-36 في عدة موضون 10 موضون يا إخوان وهاتش اللي كيخلي أنه وزارة الصحة كدير واحد نشرة تحذيرية في حين أنه وغانمشو نشوفو يا إخوان الغرق دي الموحد المواطن المغربي عنده 41 سنة أب يا إخوان أب شاب عنده ثلاثة وليدات الله يرحمه والله يصبر العائلة دياله الصغيرة والكبيرة وبطبيعة حالي إخوان غانمشو نتطرق لهذا الموضوع وغانتكلمو كذلك على الحالة الوبائية والحالة ديال الجلباء في إيطاليا وفي المغرب وكيف ما العادة شكرا جزيلا على اللي لايك لكتخليوا يا إخوان وشكرا جزيلا للناس اللي قد دعم القناة شكرا والناس اللي لم تتبعش القناة اشتركوا يا إخوان اشتركوا باش بقوا تصلوا بجديد أخبار إيطاليا إن شاء الله البارح يا إخوان يوم الأحد في مدينة بونتي اللي كينا في البروينشة ديالبينيفينتو في جنوب إيطاليا واحد المواطن المغربي أبل ثلاث أبناء ما مذكر شوش ولاده لابنات عنده ثلاثة الوليدات توفى البارح يا إخوان في واحد المسبح خاص كان مشاه وولدته يا إخواني دوزوا نهار لحد في لاب بيسين وعلى حسب ما كتعود الصحافة المحل يا إخوان هو أنه بسبب واحد المالوري يعني وقعت لي شي حاجة صحيا والسيد غرق يا إخوان حاليا جدت ديالو رامح طوطة باش يدروا عليها تشريح وباش يفهموا أشنو قاعد لها السيد واش سكسة قلبية واش حاجة متعلق على الأكل ولا شي حاجة هكا وباش يفهموا أشنو اللي خلق أنه ذاك السيد يغرق بطبيعة الحالي إخوان سيد كيتوفا وكيخلي زوجة وثلاث أبناء سيد اللي على حسب التعليق اللي كانت في الفيسبوك يا إخوان معروف في المدينة ديالو كان خدام بالناي سيد اللي عمرها دار مدينة ديالو في الخدمة ديالو وسيد اللي محترم راسوك يحترم جميع الناس وحتى التعليق اللي كانت ركانت تعليق من ناس اللي كتحترموا بزاف الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه وتعزين الحارة العائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة دياله والله يصبر الزوجة والابناء دياله يا إخوان ودائما يا إخوان فهذه النقطة الله اللي يعلم بيها هذه تقريبا واحد العشر أيام وانا كنقول لا سوفيا اليوم في الفيديو في العشية خستك تقول الناس هاد الهدرة وكل مرة يا إخوان كيخلج لنا موضوع جديد وما كنقولش لكم هاد الهدرة هو أنه من خلال تجربة ديالي كان عندي الموقع ديال البلادي بالل مدة 8 سنين والعشر سنين يا إخوان ودائت القناة ديال أخبار إيطالي السنة الماضية وكل صيف يا إخوان من خلال تتبع ديالي ديال الأخبار ديال الجالية المغربية كل صيف تقريبا كيموتوا ما بين 8-10-15 شاب وشابة مغربية في الويديان هاد السيد كتب علي الله وتوفى في واحد المسبح في واحد لاب بيسين ولكن يا إخوان الشباب اللي كيموتوا في الويديان أراهم كتار لذلك الميصاج والرسالة اللي بغي نوصل لكم انتم كآباء يا إخوان وكشباب تفادوا أنكم تبشيوا الويديان ولا عندكم شي ولاد ووصيوهم ووصيوهم ما يبشيوش الويديان مع أصحابهم وما يحقروش الويديان بالزاف ديال الشباب يا إخوان سنويا كيموتوا في الويديان بالزاف حيث اللي كي يوقع يا إخوان هو أنه الناس كتبشي الويديان خصوصا واحد الويديان اسميته الفيومي أعضا راح كيين في شمال إيطاليا يا إخوان كيف يقولي الشباب تيحقروه وتيتلاحه وكيف ما كيقول الميثال المغربي البحار كي تدعين العوامة لذلك يا إخوان اللي خاف راح نجا واللي كيقول أنا راح نعرف نعم وذاك شركي خاطر بالحياة دياله الويدي في إيطاليا ما معاش الضحك تفادوا الويدي يا إخوان اللي عنده شي ولاد يوصي الله يرحم بيها الوالدين ما بغي ناش هات الصيف تانين بدون نعطيهم الأخبار ديت الناس لك التوفاق غرقا في الويديان الله يرحم بيها الوالدين تفادوا في هذه الفقرة يا إخوان سأراجعوا على الموضوع ديال الرحلات البحرية و سأرى الجديد اللي كان في هذا الموضوع وكذلك يا إخوان خطوة بخطوة سأرى كيف تخطعوه حيث بطبيعة الحال يا إخوان عن طريق الإنستغرام لعادي ديت الناس مني طرح تعليم السؤال شكون يقدر يقطع فيكم حيث بزاف الناس كتقول يا ما كان قدرش ما كان قدرش أنا ما جربت صراحة حيث ما غاليش للمغرب ولكن مني طرح تسؤال يا إخوان كين ناس اللي قطعت و أنا حاليا يا إخوان مني دخلت نجرب باش نقطع كانت إمكانية كون كنت بغي نمشي للمغرب ولكن كانوا عندي المعلومات ديالشي شخص مثلا لبغي بشي قطع كون مثلا انقطعت لي ولكن يا إخوان العملية راها سهلة خاصنا بده شوية يصبر ولكن راها تقدروا تقطعوه وطبيعة حال غاديمشوا خطوة خطوة إن شاء الله وغادي نوريكم التواريخ وغا نوريكم كيفاش تقطعو راها العملية سهلة للغاية هذا الخط اللي قاتتقطع في الناس حاليا يا إخوان يا حصد الخطلي كيربط ما بين ساة الفرنسية وكذلك مدينة الطنجة المغربية و كيفما كنت لكم البارح راها الباخراء الثانية يا إخوان لسميتها رومانتيكا هذي يا إخوان راهها فيكسوريا رقم واحد كيفما كتشوفوا معايا يا فيكسوريا واحد و رومانتيكا قلنا هاد تدير الانطلاق اليوم وفعلا يا إخوان الخبر راه يعتم التأكيد دياله خبر صحيح ألف في المئة هذي يا إخوان رومانتيكا ك كيف ما كنتشوفوا معايا راه دارت الانطلاقة اليوم خمسة مع الوحدة والسدقائق ديال هاد العشية يا اخوان دارت الانطلاقة من مدينة طالين اولد سيتي اللي كينا في اسطونيا وغدا امتاجها الى المغرب الميناء ديال طانجا ماد بطبيعة الحالي اخوان غاديمشنننشوفوا مباشرة فيك التواجد حاليا نوصل البحر وكيف ما كنتشوفوا معايا اخوان راه هي هادي الباخيرة وبطبيعة الحالي اخوان را كنتكلموا على بواخر الكبيرة بزاف القيمة الاستيعابية ديالك تصل حتى ال الفين و ميتين شخص لكن الحكومة المغربية يا اخوان غادي تخصص لها عいう الفين وبطبيعة حلي plug neudy aquan هذا هو الباخرة للي غادي تدير مدينة شوفوا هاتي اسطونيا يا اخوان منطلقة اسطونيا غاة درب هذا البحر كامل لي هنا يا اخوان وتجيب الدورة هتقدم لالانجليز وقددوز على فرانسا готовة سيد بنيا غدوز على البرتغال وتجي المغرب امتى غادت عوصل المغرب غادت عوصل المغرب يا اخوان نهار احداش في شهر سبعة الالفين وواحد وعشرين لذلك نهار غا توصلي اخوان غي مسائل ديالهم وغيحطوها في الموقع. منا غادي تحط في الموقع اخوان الموقع اللي غا نقطعه منه هو النيت لكن قطعه منه ده بسات فرنسا. وهذك الساعة اخوان كيف ما قلت لكم البارح هاد الخط باش تولي يتبشي من صابونة الى طنجة بالاتمينة ديال تسعمية وخمسة وتسعين اورو دهابا وايابا عائلة فيها ربعة الاشخاص. عائلة اللي فيها خمسة الاشخاص هتولي يتخلص الف ومية وعشرة ديال الاورو. وهاتش يا اخوان انا غادي نوريكم دابا الموقع وغادي نفعكم ان شاء الله باش تقطعوه. الناس اللي بغا تقطع من فرنسا حيط الاغلبية ديال الناس اللي قطعت البارح اخوان من الميناء ديال الساعة الى مدينة طانجة. الاغلبية ديالهم غاربة اللي كانوا فطاليا بشول فرنسا وكتبوا قناة اخبار ايطاليا. لذلك قطعوه من تماما يا اخوان. وهدو كم من اللي اكسالي ديالهم جوبوني. في حين انهم اللي بغا يصبر يا اخوان وياخد الباخر من مدينة ساوونا الايطالية. را هاد الخط يا اخوان غا تقطعو في هاد الموقع. لذلك هاد التقطع اللي غا نوريكم ده بخطوة بخطوة يا اخوان. غا ينفعكم. سواء كتبغن بشيو منساة. سواء كتبغن بشيو من ساوونا. لذلك اخوان احنا غادي نشوفو الموقع حاليا. على بركة الله يا اخوان. غا تبشون هاد الموقع اللي كيف ما كتشوفو معايا. انترشيبيك بونتو اس. اس كتعني اسبانيا ولكن الموقع راه مغربي يا اخوان. وبطبيق حلي اخوان اللي نقدر نقول لكم هو انه الموقع كيتعطل شوية. يعني اللي كتكليكي على تشاركة كيتعطل. وربما تفشل المرة الاولى التانية التالية بقى تجرب. جرب واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة المرات. وصراحة الى وصلت الواحد لعشرات المرات اتناشر مرة وما كيش تشلك. صراحة بدل ساعة اخرى. يعني يحبس ورجع مرة اخرى يا اخوان من بعد واحد الساعة له جو سوي. وبطبيق حلي اخوان لواحد يجرب في الليل وكذلك في الصباح بكري بزاف. وفيما يخص الرحلات اللي اختارت انا يا اخوان درت دهاب من سات والوصول الى طنجة والرجوع من طنجة والوصول الى مدينة سات الفرنسية. الانطلاق نهار عشرين في شهر سبعة والرجوع نهار ربعة وعشرين في شهر ثمانية. درت الرجوع نهار واحد عشرين وقال لي بلأنها الرحلة تمحات. ولكن يا وعندما اعرفت الرحلة يا اخوان امتا؟ حيث بطبيعة الى اخترت واحد النار اللي مفيش الرحلة راه مشكل الرحلة هم هدو اللي مكتوب هنا يا اخوان من طانجة لسات هم هادو من ساتل طانجة هم هادو وهكذا يعني الواحد يقلب على التاريخ هنا عدت يقلب عليه هنا يا اخوان وهذه راه مهمة بزافحة الى اخترت يا واحد تاريخ اللي هو عشوائي غير لك الرحلة تم الالغاء ديالها حاجة تانية اللي مهمة يا اخوان وانه منك يدخل لك الهناية كتختار العدد ديال الناس انا فهد الفقر يا اخوان اختاري جوج ديال الناس كبار ثلاثة اطفال سيارة وغد نخلص بالاورو وطبع يتحلي اخوان كندير ناكس ستيب يعني الخطوة الماجئة وكيف ما كتشوفوا معايا اخوان هنا الرحلة ديال الالي ديرها عشرين نهار عشرين بشار سبعة وانه من 525 اورا الروتور دير من الirtour و هذا هو ورحل رو تسمى ولكن الرحلة تسمحون analytich يعني لا يتحدث وكيف ما كتشوفوا معايا اخوان ه Twin 24 في شهر تبع و العلي 20 في سبع وكذلك وكذلك 3 اطلب الناس صغر و سيارة وكذلك اخوان في الازلقاء وكيف ما تشوفوا معايا الرحلة نهار عشرين و كيف ما كتشوفوا معايا اخوان ديال هارو وعطي الاخوان المترجم من هنا تستطيع التعامل الكثير من الاتصال الاولاً الجنس من شخص الوضع وكذلك القناة والاثنية والاسمية والتاريخ ذي ازدياد ذاكومنتو اللي غاديت عمر بيه وكذلك يا إخوة! انا كنت نمبر نمبر الدمازي يمتغيسكا باسبور يعني. ومتصلح الباسبور وكذلك ما تتغير فيه. سوف يجعل الشخص ثاني مرة مرة تدير القناة ديالها واسمية ديالها. سوف يجعل كذلك التاريخ ازدياد ديالها. ونمبر الباسبور وإم تغيسكا باسبور. و هكذا انا ما غاديش نوريكم كل شي اخوان ولكن درت الابناء درت صوفيان انا يا الكنيارة ماشي صحيحة يا اخوان درت فاطيما درت امير درت علي و درت كذلك محمد هاده مما الاطفال اللي اختاريت في حين انه يا اخوان كتزيد قدام انا غنزيد قدام شوية هنسرع الفيديو شوية اخوان هنا يا اخوان كتل بملك المعلومات ديال سيارة طارقة الماركة انا درت سكودا و كذلك اخوان الموديل ديالها فيكتوريا و هنسرع الفيديو شخص يتكون عندهم بي اتصال ستدر نفس المعلومات ديال الشخص الاول مثلا كان هو رب الاسرة رجل المرأة الكنية السمية التاريخ الازدياد الاميل تريفون ديالكم و كذلك اخوان الادريس اللي كان في المغرب و لو بغايت تدر فايطاليا دير ايطاليا يعني تقدر تهبط و تدر ايطاليا و تدر المدينة هنا في طاليا تدرت حيال فراح المغرب مدينة برشيد حيث انا من مدينة برشيد و هنا ستدر هذا العالمي اخوان باش يتأكدوا بانه انت ماشي بروغرام يعني انترك شخص فعليين سير كيعمر منك تعمر جميع المعلومات اخوان تكليكي الى ناكستام مرحلة الماجية و تسنى واحد شوية حيث الموقع يتعطل شوية صراحة و تطلب ظهرك الى ما تقطعش لك الموقع و خصك تعود العملية من جديد تاني ركي وقعتها هات الشي اخوان الواحد خص يكون عنده صبر ايوما ما زال كنت سنى ها هو طلع لي الالي ديب بار معاش و معاش الوصول و جميع المعلومات يا اخوان و هناك تختار باش غدي تخلص غدير باي باي كريديت كارد مئد sham اسمية الملأ كارد والنمرة للا كارد والتاريخ صراحيه ممكن مسجد كثير من الدافع choke على ها ذا العالم الى ها Chick نظر عليها الا REF سوف أعطيكم هذه المسألة التي سوف أعطيكم المساج في التليفون و سوف تدخلوه و سوف يتشريوه أنا في هذه الحالة المعلومات التي حطيتها خاطئة غير صحيحة عير باش نوريكم ولكن يا إخوان كونوا بغايت نقطع كونوا قطعت مثلا هذا الشيء دليل على أنه ممكن أنكم تقطعوا والناس الذين يريدون أن تقطعوا من الصفونا للطانجة إن شاء الله من هنا وحد عشر يام خمسة عشر يوم رأي هذه الطريقة هذه الطريقة نفسها يا إخوان في واحد النشرة تحذير يا إخوان من وزارة الصحة كنت تتكلم على الأجواء ديال الطقس اللي غتكون حارة في إيطاليا ابتداء من اليوماء غايبقى غادي يا إخوان الجو كيسخن كينبعد الحر اللي جاي يا إخوان من إفريقيا واللي غايوصل إيطاليا إخوان وغايبقفها إلى غاية الجمعة الماجي هذا الشيء دائما بقدرة الله بطبيعة حلي إخوان على حسب النشرة التحذيرية اللي نشرتها وزارة الصحة يا إخوان كنت تتكلم على الخطر رقم جوج كنت تتكلم على خطر متوسط أراندشوني بورتوقالي ماشي أحمر وهذا الشيء يعني أنه الحالة الجوية تقدر تشكل خطر على الناس اللي عندهم واحد لها شاشة في الصحة وأنهم عندهم العمر ديالهم كبير بزاف لذلك في عشر مدن إيطالية يا إخوان كنت تتكلموا ابتداء من يوم الثلاثة يعني ابتداء من الغداء في بولتسانو بولونيا فيرنس روما بيروجيا كامبوباسو فروزينوني لاتينا رياتي باليرمو llegó لدرجة حرارة مثلتو الثلاثة يموت الثلاثة إلى الثمانية والثلاثة والضبאלة تإستجاد engineered أريد موزل براتو فيتاربو حتى هو غايكون في موحل الجو حار ماشي ثمانية وثلاثين وماشي اربعين ولكن غايكون عندهم ديك الساوة ثلاثين يا اخوان ثلاثة وثلاثين على حساب المدينة بطبيعة هل ايطالية كاملة من شمالها الى جنوبها غايكون فيها موجود الحر يا اخوان والواحد يحاول انه يتفادى الوقاية اللي كنفاصات بزاف. اثناش ربعة ديالتلاشية. وفيما يخص يا اخوان هذا هو اللي غايكون الحراري بزاف نهار الاربعاء والخميس. الاربعاء passage غايكون مع حالمNaوك يا اخوان باري الساوة ثلاثين بولونيا اسبع وثلاثين لفرنس ساوة تلاتين جينوف الساو العشرين ميلانو تلاتتي نابولي خمسة تلاتين بولي اربو اربع وتلاتين بارما الساوة ثلاثين رومس ستلاتين تورين واحد وثلاثين وفينتسي واحد وثلاثين. وكيف ما راكم معارف ربما بالنسبة لكي فرنسي تحت عيش في فرنسي وأنا بحيش في فرنسي ويحصل في فرنسي كثيرا وكي تشعر بحثت كثيرا فالنوميتا ومخنوقا وفرنسي جاءت في حفرة لذلك يجب من الحوال لا يدر التقديم والكليمة والكليمة سعيدات والكليمة سنرى جعل القضية الغامضة المقتل ديال سارة وحنان المغربيتين اللي تلقوا يا إخوان نهار السبت مع تمني ديالة الليل عن طريق لوكو بطريق إخوان ديال الرجال الإطفاء بنوا لهم في واحد الحقل ديال الدرا بطبيعة حلي إخوان كنت تكلموا على أنه كين ضابابي في هاد النقطة خصوصا وأنه الكورياري ديالسيرا يا إخوان تكلم مع الأخ ديال وحدة فيهم يا إخوان والأب ديال وحدة أخرى وبطبيعة حلي إخوان الأب في المغرب والأخ في إسبانيا وتكلم كذلك مع الأصدقاء والمعارف ديالها هاد جوجبنات يا إخوان في ميلانو وعلى حساب هاد الناس كاملين تيقولوا بلا أنه كان وحد الفخ بالنسبة لحنان وبالنسبة لصارة وهذاك الفخ يا إخوان كان مبروغرامي لهم بطبيعة حال اللي كين هو أنه يا إخوان فهذا المقال اللي انشر الكورياري ديالسيرا فيه بزف ديال المعلومات والبوليس حاليا يا إخوان الهدف ديالهم هو هدف واحد هو أنهم يجووا على السؤال الآتي أشكنوا كيديروا واحد جوج ديال العيالاتي إخوان جوجبنات بيت فيهذاك الحقل ديال فلاحه ومع من كانوا كيتكلموا على أنهم كانوا نجوج رجال المغاربة والثلاثة يا إخوان الشاباب حتى هم مايا عندهم علاقة بالعالم ديال المخدرات يعني ديال سباتشو وديال تبزنيس بطبيعة الحالية إخوان حاليا البوليس رات تقريبا نقدروا نقولوا بلا أنه ربما عارفهم ما تمشي الإعلان على الأسماء ديالهم ولكن على حسب ديال المعلومات اللي خرجوا إخوان البوليس عارف شكونا أمه هدو المغاربة حاليا خصوا عير يلقاهم وبطبيعة الحالي إخوان راه عير مسألة أيام وغادي يلقا شكو اللي كان معاهم وعلش معاونهم شي إخوان وكيفاش بطبيعة الحالي إخوان ماتوا حاجة أخرى اللي يرجع عليها الكوريير هذه اللي سيارة يا إخوان هو أنه صائق ديال هذا التراكتور هو ماشي تراكتور يا إخوان سميته القريم واللي هو يا إخوان هو هذا كيف ما غا تشوفوا معايا هاي مكتوبة قريم وهذا هم ماجوش دراعاتي إخوان اللي عنده كيخليه يبان بحال واحد الأجني حادي الطيارة هدي صورة أخرى كيف ما كتشوفوا معايا أنا في الأول والبارح منك تقرأ يا إخوان كان كيسحب لي أنهم ضربهم هذا يا إخوان كان كيسحب لي هاد الحديدات هما اللي قتلوهم ولكن على حسب ما تبييني إخوان وكيف ما كتشوفوا معايا هناك هاد دراعاتي إخوان كيطلعوا الفوق لذلك الدراع كان فيها جوجميترو كيفاش غا يقتلوهم وما ناعسين اللي تبييني إخوان هو أنه هداز عليهم بالروايدات ديال هاد القريم يا إخوان وحاليا هو من يدارهم معايا السنتاق يا إخوان البوليس والسامعولي كيحلف لأنه ما حسبت شي حاجة الكورياني دي لسيرة يا إخوان والصحفيين ديال الكورياني دي لسيرة تيقولك أصلا السائق ديال هاد القريم كيكون عنده الغرفة ديال التحكم ومن يكيسوق يا إخوان القدام كيكون بعيد على هاد الغازات وعيدة الدولة تيخرج ويعني ما كيكونش قدامه دول اللي كيدير اللي كيروش يعني كيكون وراك يخليه وراك كي تسألوا كيفاش وحد الشخص اللي القدام يا إخوان وكيكون عالي بزاف رأي العلون اللي كيكون قلس فيه هو تقريبا 1 ججميترو كيفاش ما شافش واحد العيالات اللي كانوا ناعسين تمامايا وكيفاش السؤال هذا هذا هو اللي كبير بزاف كيفاش ما شافش واحد جوج ولا ثلاثة الرجال اللي كانوا غدا نهربانين وطبع يتحلي إخوان حاليا التهمة اللي كيواجهها السائق ديال هاد القريم اللي يضرب هاد العيالات إخوان را عنده التهمة ديال القتل ماشي القتل الطرقي ولكن القتل متعمد وكيف ما شرحوا من البروكورا ديال اللي هو ديال هو أنه هادي راها مسترة قانونية خاصلا بالدم يطبقوا معا هادش يا إخوان ربما يتم تبريئة ديالهم اللي بيعدوا ذاك الشي ولكن أول حاجة خاصة ميدروا معاه هو أنهم يعتبروهم متهم بجريمة قتل خاصة ميعرفوا كذلك يا إخوان شكونا هما ذوك الناس اللي كانوا مع هاد العيالات واش كانوا كيديرو وبطبيعة الحال حاجة المهمة هو أنه ذبح حاليا باش يوصلوا للحقيقة يا إخوان البوليس غايب دويه بشو في الحياة ديال هاد جوجبنات صار وكذلك حانان ومن بين الأشياء يا إخوان وبلما ندخله في الديطاي بزيف تبين أنه وحدة في هاد البنات كانت ساكنة مع واحد المغربية لمدة عامين ما عمرها ما قلبت على خدمة في هاد العامين وما عمرها ما بينت أنها عند نية خدم بطبيعة الحال على حساب يا إخوان الكوريال يا رسيرة كانت كتعيش بإعانات اللي كانوا كيعطيوها لابعد النساء مغربيات في الكومونيطاء وفي الجالية المغربية اللي كانوا في ميلانو ودائما هاد الفتاة يا إخوان وكانت كتعيش بعض المرات تحسف الزنقة بطبيعة الحال هي اللي تكلم من البارح وقالها أنه عندها صوابق ومن بين الأخبار الإخوان اللي انشاء الكوريال للسيرة هو أنه القنصل دي المدينة ميلانو طلاق مع الأصديقاء والأقريباء دي هاد جوجبنات وتكلم معهم ومتبع القضية حاليا وغيشوف القضية فم غادي تخرج وبطبيعة حالي إخوان على حساب هاد الناس اللي كعارفوا هاد البنات وعلى حساب العائلة دي هاد جوجبنات إخوان ماذا يمشون هذه النقطة بالضرط راكيشي واحد اللي يشبليم يا إخوان واحد الفخ والذي استدرجهم حتى لهذه المنطقة بالذات وعلى حساب الأبحاث الأولي ذي لبوليسي إخوان هذه البلاسة كانت مقاددة يعني دوزفاء إخوان ليلة اللي ما بين نهار الخميس ونهار الجمعة ودائجة كانت يعني مضروبة هذه البلاسة إخوان محيدن من نهضرة ومن البيل الأشياء اللي يلقوا البوليسي إخوان هو أنه يلقوا هذيك ديال شنيو اللي كتبعت شنيو لو كذلك إخوان لقوا الكارتة ديال لاليمينيوم وعلى حساب البوليس هذيك الكارتة ديال لاليمينيوم يا إخوان ممكن أنهم يكونوا ستعملوها يعني في السهلاك المخديرات حاليا يندبع يا إخوان لكن تجي تواسل معاملة النهار أهذا المخديرات لأنه ستعمل charter ide Sarp أás ك K K K K K مطولاً مع شخص الذي كانت تتواصل معه عن طريق الشاط في المواقع التواصل الاجتماعية من الفيسبوك وفي الشاط كانت تكتب لأنه كان وعد منه حتى يطلقها مباشرةً في الأيام القادمة وهذا الشيء الذي يقع فعلاً حالياً والسؤال الكبير لكورياء الذين سيارة طرحوا أنه هذه الناس قمت بفخل هذه العيالات وهذه البنات ولكن أشن الفائدة من هذا الفخ؟ يعني الكورياء الذين سيارة بحالة بغي يفهمني بلأنه لم يكن لفخ لتشي حاجة كانت عير واحد الصهرم ذو وزنها تماماً يا إخوان وبطبيعة الحال وقعت الحادثة وذاز عليهم الكاميو قتلهم يا إخوان ولكن ما كان حتى شيء فخ على حساب الكورياء الذين سيارة يعني قال لك ما نلقيناش إشنا هو السبب اللي غي يكونوا راهض الفخ؟ حتى شيء واحد ما قدر يشرحه لذلك إحنا غدي نشوفوا يا إخوان البوليس اللي غادر التحقيق دياره في هذا القضية وغي يقول لنا أشنوقع مبين هاتجوشة المغربيات وهذو كل الناس اللي كانوا معاهم يا إخوان وكيفاش حتى تقتلوا وغادنا نعرفوا كل شيء إن شاء الله والله يرحمهم مجدداً فيما يخص الحمل اللي تلقيه في إيطاليا حدود الساعة يا إخوان الناس اللي اخذت تلقيه رغم 33 مليون والسوستين ألف شخص أي بنسبة 55.80% ديال الشعب الإيطالي اللي من حق الجلبة جلب في الحين أنا والناس اللي اخذت الجرعة الأولى والجرعة الثانية رغم 20 مليون ومئتين وتسو سبعين ألف أي بنسبة 34.21% فيما يخص الناس اللي قينا اليوم ببوزيتيف رغم 480 الناس اللي توفوا 31 الناس اللي تشافوا 1500 والناس اللي مزرق تلقى العلاج رغم 24.500 أي بنسبة ناقص ألف ومئة الناس في الإنعاش كتنقص بناقص وكي يولي العدد ديالهم مئة وواحد وتسعين والناس في المستشفيات كي ينقص بناقص سبعة وعشرين وكي يولي العدد ديالهم ألف وتلتمية وسبعة وثلاتين فيما يخص إخوان المغرب الناس اللي استفدت من الجرعة الأولى رغم 10.119.000 الناس اللي اخذت الجرعة الأولى والجرعة الثانية رغم 9.181.000 الناس اللي القينا اليوم ببوزيتيف رغم 247 الناس اللي جمل استبعاد ديالهم 6600 يعني التحاليل القليلة بزاف الناس اللي تشافوا 411 الناس اللي توفوا 10 الله يرحمون في حين أنه الحالات التي تلقى العلاج 5361 توزيع الحالة تحسب الجيهات فهو كالآتي عندنا يا إخوان دار بيدا 6.71 ربا تسلقنيتر 52 سوس ماس 42 مركش اس في 40 وباقي الجيهات في مقال من 20 حالة بهذا كنوصنا الآخر الفيديو وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله دعونا